نهاردة هنكمل النور من الليبر هو يعني ايه نور من الليبر الاول؟ بجاين الروت لو حد اقلي بجاين الروت كده عن مصول افهم؟ Uncomplicated delivery Uncomplicated delivery في حاجة تانى Vertex هو يبقى كده لازم يبقى فيبر اسمه Delivery of Refitters to hold the vaginal route Uncomplicated delivery هالفرق اذا كان single ولا multiple؟ لازم يبقى single لان احنا بنتكلم على normal labor امت اقول على labor دي normal؟ امت اقول على labor دي normal؟ بقول على labor دي normal اذا كان اذا كان لو البيبي ده نزل وهو نزل ميت مش حد اقول عليها normal labor بلازم كفالك كفالك لان احنا اخدنا الكفالك ده ممكن كفالك يبقى face كفالك فهو لازم يبقى كفالك يبقى وكفالك وكفالك وذن لازم يبقى خلال فترة معينة قد ايه؟ من اربعة لاربعة وشرين ساع من اربع ساعات لاربعة وشرين ساعات لو اقل من اربع ساعات ده abnormal مش حاجة حلوة ان الست من اول ما يجي لها واجع ولادة لحد ما تولد ان هو يفوت عليها اقل من اربع ساعات لان ده معناها انه حيحصل وممكن يحصل لازم فمش صح منقول عليها حكا اسمها فان هي تولد فاقل من اربع ساعات ايه ده عمال بمشوف ستات بدولد مفيش عشر داية ولا خلاص داية ده delivery of the fetus احنا نتكلم علي labor دي هنشوف الستاجز بتاعتها اللي هو من اول ما يجي لها labor pains من اول ما يجي لها labor pains فما يفهش ستن اول ما يجي لها labor pains لحد ما complete delivery of the fetus and placenta ان الوقت دا كله ياخد اعلى من اربع ساعات لان هو السيربيس عشان يضيلات محتاج ان هو يحصل له عشان يبقى فبالتالي يبقى normal ما يحصلش لان اي حاجة نبطحها بسرعة ممكن اوين هي فلازم يحصل فعشان كده بنقول ان هو normal labor كلمة normal نحن بناخد normal labor نحن بنرس normal normal labor يعني single living fetus term term دي مهمة طبعا ابوشه ما اسمهش labor اساسا لكن ال preterm حتى لا يعني لازم تبقى term يعني اكتر من 36 اسبوع كفالي term through the birth canal من 4 24 ساعة اكتر من 24 ساعة اكتر من 24 ساعة اهل من 24 ساعة فالمفروض انها دي اخد من 4 24 ساعة without any communication لمين للام وليل للام وليل يبقى بالتالى عشان اقول على واحدة انها ولدت normal labor امتى اقدر اقول اللفظ ده ان هي ولدت normal او كان عندها normal labor وهي اتولد بعد ما تولد بعد ما تولد بعد الولادة المعكرة ثلاثيا بعدrüتبورية ايو ممكن يجيها ممكن يجيها اي حاجة اك Kop 귀 enz يعني إذا استقامت إنترومنتل دليفري أو بنتوز أو فورسيبس أو كده، أو حتى عملنا إفيزيوتومي، إفيزيوتومي يعني وسعنا الفلبة عشان البيبي عشان البيانترو بتاع الفلبة يوسع في البيبي يعادي لو كان ببي ده كبير أو كده، ذا بردو؟ إنه ليس نورميل، نورميل يعني أنت سعيبها للطبيعة لوحدها من غير أي إنتربانشن، من غير أي حاجة، وكمان إنها ولدك من غير أي كمليكيشن ليها، ولدت إيه؟ يفعل كثير من الفيتس من البيرس كنال، ويسعون أي كمليكيشن للأم وللبيبي، وإذن من 4 إلى 24 ساعة ويسعون أي إنتربانش، هي ده الدفينيشن النورميل، فبالتاني، بتلاقوا إنه هو صعب قوي إن أنا أقولي الدفينيشن دي، المفوض إنه هو دلوقتي لما نأيب أولد عيانة، عايز يكتب في الفائل ما هو كتب داعبنوظس، والمفوض بنكتب بقى حصل إيه للعيانة دي، مش هيقدر يكتب نورمل بجاعينا الدليبري، فعلى وطول ما نكتبش نورميل بجاعينا الدليبري، لأن ما يقدرش يقول عليها نورميل غير بعد البركوريوم، لأن لو حصل لها مثل بس بورطة مهامة، لو حصل لها إنفكشن، لو البيبي دا ما قدعش، لو البيبي داخل الحدانة، أي حاجة من دول ما بقيتش نورميل لابر، فما يقدرش هو يسسبكت إن هي هتبقى نورميل لابر، هو الحد دلوقتي نورمل، أيوا بس الديفنيشن لازم بعد كده كمان، بعد كده كمان، فبالتالي، هو بيكتب عليها في بجاعينا الدليبري أو بجاعينا الدليبري، لكن مش إن بي بي مش نورميل بجاعينا الدليبري، فده بالنسبة للإيه الديفنيشن بتاعت النورميل لابر، طبعاً م understandable يعني ايه فعش ما تبقاش عارفها عشان تقدر بعدك ايه هو الابنرماليتيز اللي ممكن نتعرض له. فده بالنسبة للدفينيشن بتاعت النورماليب. فيها سؤال؟ السبب. السبب اللي بيخلي ان الابر تبتدي. يعني ايه الاسباب؟ طبعا مهم انها نعرف الاسباب عشان لو احنا بنعمل مانجمنت او نمنع او نجيب او كلام من ده. فهو ايه الاسباب اللي يخلي انه واحدة يجيلها نورمال لابر. او يجيلها لابر. او كيدوسونت انا كذا تبتليى او كيدما لو نورمال انا ما تديتهاش حاجة. الوال كبير قوي يعني يعني مثل يتراين دستمشن. دي Theory. انه حصل يتراين دستمشن. وكمان اللي بيتسابورت ال Theory دي انه لو هي عندها ملتيبل فى الانتشيشن او بيبقى بدري اكتر. يعني يعني ان تستناش لحد الفول ترولا. لا دي ممكن تولد قبل المعال. ليه لانها حصل لها بدري اليتراعين ديستانشن ده. او لو حاجة اسمعها فولي هايدرامنوس. هي المايا اللي حواليني بيجي كتيرة. فخليت انه يبقى فعلا فيه يتراعين ديستانشن بدري. ففعلا ما بيجي لها ولادة قبل المعال. فده اللي بيسابورت فيه بردو بيبقى إبقى 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 تشتري بتريليس اوكسيتوسن با نورمال بالليل اوكسيتوسن هايزين اوكسيتوسن افندن؟ الريسيبتورس الريسيبتورس بتبقى فعلا كويسة وعدادة حلوة قوي في الفولتروم يعني من الساكن تراناستر لاخر الفولتروم ما معنا؟ يعني الساعة الثلاثة الفجر يوم مشاهدة 25-11 قالها الطلب يعني الساكن تراناستر يعني ليه؟ ها؟ البلاسنتا بتريليس ايه؟ حاجات كتير قوي إنزائم و هرمونز وكله من ضمن هذه الإنزائم انها بتريليس حاجة اسمها اكسيتوسناز إنزائم اكسيتوسناز بيعمل ايه اكسيتوسناز من اسمه؟ بانهبت الاكسيتوس اسمه اكسيتوسناز دكاترة فيه كراسي في اخر الترقة هتلاقيه كراغون زي البراغونات دي وراه كراسي كتير فاللي عايز يجب كراسي من هناك ايه هتفتحه الباب وتخرجه وتروحه لاخر الترقة هتلاقيه فيه فراغون زي المحطوطين دول وراه فيه كراسي كتير هل عايز يجب كراسي؟ فالبلسنتا بيحصل لها حاجة اسمها ايجين ايجينج وممكن حاجة يأخذ الكورسين دول بيحصل لها ايجينج ايجينج البلاسنتا فحتقال لكل الهرمونز والإنزائم هي بتريليز من ضمنها الاكسيتوسناز فلما الاكسيتوسناز يقل ايه هتفتحه؟ الاكسيتوسن الحايزيت وهي كتير فتتري عملت تريليزه عادي ما هي نورمال فده ريلا تبقي حايزيت لانه مش حاجة يتكسر لانه حصل ايجينج البلاسنتا فبالتالي ايجينج البلاسنتا فالاكسيتوسن ريلا تبقي في الجسم فعشان كده يبتدي يشتغل هذا الاكسيتوسن على الديسابتور اللي موجودة فيخلي انه الاكسيتوسن لزيد طيب ايجينج البلاسنتا ايجينج البلاسنتا مش كده ولا ايه؟ طبعا برضو الايجينج هيقلل البرجيسيرو البرجيسيرو بيعمل ايه؟ الاكسيتوسن الاكسيتوسن ويبقى فيه شوية ارتابلت ويبتدي انه هو ينشيات الفيتس بردو بيرليس حاجة اسمها وقت ما يبقى البيبي بقى اول ديفالوبت يبتدي انه هو يرليس حاجة اسمها كورتيزول ده بردو بيقول انه هو بيساعد على الاكسيتوسن زي ما انتو شايفين كلها تيرليس عشان كده ما نقدرش نقول الستة دي هتقول الامتالة احنا عاطين الاتيولوجي يبقى طب ما احنا ممكن قوي في الدم من ايس اللابل بتاع ما سوى عارف البرجيستين وبرستاجلاندن ومش عارف الاكسيتوسن وكاد ونعارف اه واني تريدش يبقى حتقول الساعة كزا كزا مفيش كده طبعا فبالتالي ما بنبقاش عارفين امت الولادة او الاتيولوجي هي كلها وثيرس كلها ممكن تبقى فعلا ده او ده او ده عشان كده هم كلهم مع بعض اللي هي ان الولادة بتبقى او حسن او حسن طبعا البرجيستيرون ده اكيد مدليل ان احبت يبرجيستيرون عشان في وفي نفس الوقت برده البرجيستيرون فعلا بيقل في الاخر يعني البرجيستيرون ده هرمون بتاع اوكسيتوسن بالدليل ان احنا بنستخدم الاوكسيتوسن نفس القصة فكلها اكتبال تيوليس لكن ال مش واضح هو كلها اكتبال تيوليس وبعدها بالنسبة الاتيولوجي انه هما كلهم تيوليس تيوليس فور نورمال لابل ايه اللي بيحصل بالزبط بيحصل حاجة اسمها لابل يربجيستيرون اليوترس يعني لما سيلس دي كلها بتحصل فاليوترس هيبال اهلتبال يعني اهل بتدي يحصل يترين من يربجيستيرون ليه اليوترس ده كبير عندنا بدي وعندنا سوربيس مين الي بيكونتراكت الامر ايه اللي هو البدي أي حتة من الأخرى؟ لا، في حاجة اسمها pacemaker زي ما نتواجدين من pacemaker بتاع الهار ففيه pacemaker برضو اللي بيينشيات أو بتبتدي منه عشان تبقى فيزيولوجيكال فبالتالي فعلا تعمل الرول بتاعها من اللي هو اللي هو طب الانشيات اللي بيحصل فين؟ عند الرايت كونيو البيس ميكرو بتاع الهار عند الرايت كونيو ايه اي حتة عند الرايت كونيو هي اللي بتدي إيشيات للكونتراكشن فيها وهذه الكونتراكشن تبتدي تبقى ستردت على الرايت كونيو اللي هو البادي واللوريو تراين سيجمنت اللي هو الحتة بتاع السوريكس بس خليباتكو الرايت كونيو ده معمول من ثلاثة مصر لير احنا عارفين ببصة دي Imagimiento است Будению معمول من ثلاثة مصر لير ده ميخلي whatever segment هو الاتفة هو الي دايما بيبتيتي فيه واللوريو تراين سجمنت ببتيتي فاعل استفاد الرايت كونتراكشن لهم يشتبى нуж الرايتكشن با قنا kole travers Kra Mysisto لا يشتبى ايه هو ي Legal MR ن говорят بيحصل ايه بيحصل فيه و الحاجة نما بيحصلها بعد كم بيحصلها حيث? هي 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 يعني العضلة يعني الشورتن الحيث يريل يعني يترير بقى تحتها يعني لما خلق ايدي وبعد ايدي عيدي تبدأ بنفسها طلب ما بيحصلها ايش حيث ما بيحصلش كده في الهوترس اليوترس ليه حاجة مختلفة عن كل المسل اللي في جسمنا. انه هو بيحصل في المسل الدين حاجة اسمها contraction and retraction. contraction and retraction. يعني ايه retraction؟ هي مش نفسها relaxation؟ لا. الretraction دي يعني permanent shortening. يعني بيحصل contraction and retraction. تلاقي ان الأقرى الريوترين ده بيحصل له انه هو كل شوية يشورتن 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 وتلاقي انه هو شورتن بتبقى المسل دي ثكر. short and thicker. طيب واللوريوترين سيجمان. لا هو مش بيكونتراكت. امال ايه بيفولو الأبر سيجمان. ايه يعني ايه حي يفولو الأبر سيجمان؟ يعني بيحصل lengthening. lengthening لللوريوترين سيجمان. lengthening و thinning لللوريوترين سيجمان. لحد lengthening and thinning لحد ما يبقى كل اللوريوترين سيجمان taken up في الأبر يوترين سيجمان. taken up يعني اللوريوترين سيجمان أو السيجمان يبقى taken up. يعني ايه taken up؟ ده هو بيرفع وبيأثر. يعني هو نفسه بيبقى قصير لانه بيبقى taken up بيبقى included في الأبر سيجمان أكن كله بقى كنال واحد. ما بقاش عندي يوترس وبقى عندي سيجمان. لا أكن كل ده بقى كنال واحد عشان البيبي يقدر انه هو يعدي فيه. الـ changes اللي بتحصل في اللوريوترين سيجمان ده اللي هو بيبقى taken up ويحصل له thinning. ده بنسميه effacement. effacement إنه هو بيبقى taken up. اللوريوترين سيجمان بيبقى taken up. كويس؟ يعني بدل ما سوربايت الكنال دي كانت 2.5-3 سنتي كده. لا حتى تبدأ انها تقصر. تبقى 1.5 سنتي سنتي لحد ما يبقاش فيه سوربكس خالص. ويبقى كله مع اليوترس. فده اسمه effacement. في نفس الوقت لما بيبقى taken up بيبقى very thinning. تيجي انك تفحص العيانة. ما تلاقيش انه هو السوربكس فيكس. زي ما احنا بنحس السوربكس بتاع الجانيكولوجي. تلاقي السوربكس ابتدى يرفع قوي. ده اسمه effacement of the cervix. تاني يعني ايه اللي بيحصل هنا في الانيشياشن. بيحصل انه هو التاب زي اللي احنا قلناها. خلت انه يبتدي يحصل uterine contractions. هذي uterine contractions بتبتدي عند الريت كوني. بتعمل contraction and retraction. contraction and retraction. ما بتعملشي relaxation. contraction and retraction of the upper uterine segment. contraction and retraction of the upper uterine segment. فبنلاقي الupper uterine segment ده. او الbody of the uterus بيبقى more thick. كويس؟ وبيشورتن. كل شوية بيشورتن. واللور uterine segment ده بيبقى thinner. وبيبقى taken up. بيبقى كل شوية بيبقى taken up. لحد ما ما يبقاش عندي خالص الحتة بتاعت السوربكس دي. بيبقى كل السوربكس taken up مع upper segment. بيبقى كلهم تقريبا حتة واحدة. اللور segment لسه موجود. ما هو حيروح فين؟ بس بيبقى taken up. يبقى lower segment be lengthened. بدل ما كان lower segment ده عبارة عن الحتة اللي هي بتاعت الاسمس مش عارف كم ميلي او كم سنتي. كويس؟ حلقين هو وصل لحد 10 سنتي. اللور segment ده اللانس بتاعت بيوصل ل 10 سنتي. at the time of delivery. يعني اللور uterine segment بيبقى طوله ل 11 سنتي. النيترس كله 50 سنتي. بس 40 سنتي اللي فوق ده ال upper uterine segment. والعشرة سنتي اللي تحت دول lower uterine segment. العشرة سنتي اللي تحت اللي هما lower uterine segment دول بيبقى passive. لكن ال 40 سنتي فوق بتوع ال upper uterine segment هما دول اللي اكتف اللي هما بيحصل فيهم contractions. وطبعا فيه فروقات بين upper way lower uterine segment أولها. المسل وولز ايه؟ ثلاثة في ال upper segment. لكن اثنين في اللور uterine segment. طب اخبار الفريتونيين. الفيسرل طبعا الفريتونيين. الفيسرل فريتونيين. هل واحد في ال upper segment وال lower segment؟ لا. عند ال upper uterine segment ده بيبقى لازق جدا. على ال wall up so uterine. لكن في اللور uterine segment لا. بتقدر انك انت تستفاريته. يعني ال separate تقدر تمسك البريتون كده. وتبعده عن اللور uterine segment. وال lower segment ده thin. فعشان كده لما بنيجينا مرسيزانيا الساكشن بنعملها فين يا ده تعترا. في اللور uterine segment. لان هي ارفع. فيها two muscle layers. البريتون بعيد عنها. كويس. هي كمان فمش هيخصل فيها كل شوي وكلام من ده. هتقدر ان هي تبقى مش تخينة فتقدر انك تعمل better co-optation of the edges تجيبها قدام بعض. لكن كل ما تبقى الحاجة تخينة كل ما مش هتعرف تجيبها قدام بعض. دايما بنعمل lower segment وفاهم لان هي احسن. لاس هي متومة فورميشن. بتبقى بريتونيز. بتحط عليها البريتون. فبتبقى ده بيبروتكت against infection. ما بيحصلش البريتون. لان البريتون بيمنع انه هو يجي الانتستان تبزق عليه. لكن لو انت عملت في ال upper segment. ده ما هو مش متغطي البريتون. لان بريتون اصلا لازي على فتيج الانتستان تبزق. فيبقى فيه البريتون كتير. فعشان كده دايما بنعمل lower segment. والانتستان تبزق فيها قليل قوي قوي. على عكس ال upper segment. لو انت اضطرين تعمل upper segment incision في cesarean section. الانتستان تبزق فيها حيبقى عالي قوي. لان المصر والمصر فيبقى فيه ما تقوموا فرميشن بين المصر والمصر 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 فبالتالي يبقى فيها مصر والمصر عالي. عشان كده لو واحدة عايزة تولد مصر البريتون بعد السيزاريان section. ممكن تديها ترائل لو كانت هي عاملة lower segment. لكن لو كانت عاملة upper segment لا ما يفعش تديها ترائل. لان المصر والمصر 10x الانتستان ترائل في lower segment. ده بس عشان نبقى فاهمين ايه الفيزيولوجيكال تحصل ازاي؟ بتبتدي من اين؟ اثرها ايه على upper segment وال lower segment. والفرق ما بين upper وال lower segment. في سؤال في الحكه دي؟ طيب يبقى كده معنات انه اي true pain هتعمل لي موضوعات اللي احنا عملين ونقول عليها؟ يعني ايه؟ يعني لو واحدة بيديلها true labor pains through your prime contractions من الزيورز اللي احنا قولنا عليها. لازم لازم يحصل معاها changes اللي احنا بيقول عليها دي. ماذا تغيير؟ إذا كنت ترجعي وراء هو بيقتع فعام؟ فكده يبقى احنا المفروض ان هو نعرف اذا كانت دي عندها او بحاجة ايضا بحاجة ايضا لو انا ست جاي بتقولي انا بيجيلي وراء طب ما انا مش عارفة هذا وجع ولادة ولا دي تفاسيح ولادة او بناقول عليها براكسن هيكس براكسن هيكس aba gotta quit دي نفسها اول القولها افضل أليس plateau لدي مش عارفة celle وجعوه والكلام منها itter�تراب taken ى الفاضل piPlay طبعا في لهم فيكداء النابtrans دي ستبقى محیش عاوني القضاً وتبقى مور ريجلر وريثميك وبتبقى في الوطن ورا بعدها أكثر وبتوقىها بزيادة يعني بتقوم بطلق فترة أطور يعني التبقى اللي هي بتبقى وبتبقى في الوطن وبتبقى بانالجازك او ويقوم لو حولة الاستجاب ايها تاخد ايها المترجم للجالجاجس ليس مجتمع النعامة للجال المدينة لكن النعامة للجال المدينة يحصل لها الرجال المدينة انا مش عارفة في مشكلة في المايت النهار اشكدة انتم كاي يسمعين صوتي صح؟ انا مش عارفة ايه مشكلته خديك خليك طيب احنا كده بنفرق بين الحقيق والجال المدينة بحاجات ممكن بالتليفون بعدما اخبر الوجع يروح وييجي بطريعة منتظمة؟ لا ده الصبح كان موجود معي ربع ساعة دلوقتي جالي نص ساعة راح خالص على صحيحات البانادون فلاقيت الوجع راح يبقى ده اللي بتتكلم عليه هو ايه فول سليبر بيت لكن لو كلمتني بقولها بيروح وييجي ايه بيروح وييجي بس هو دلوقتي بقاله مثلا اكتر من ساعتين ثلاثة معي وكان الاول بيجي كل نص ساعة دلوقتي بقى بيجي كل ربع ساعة وبعدين بقى كل عشر دقائق كل خمس دقائق وكانت الطلقة اللي هي تحجيرة البطن بتاعتها كان بتقعد عليها مثلا عشر ثواني خمستاشر سانية دلوقتي ممكن تقعد عليها دقيقة كاملة وكانت تلقاوه الوجع محتمل يا دبتورة دلوقتي لا لا الوجع مش محتمل خالص وحاولت تاخد بانادول وبلتران ومعرفش ايه وبردو الوجع مش بيروح خالص يبقى اللي بتوصفه ده ايه ده اشك جدا انه هو روحي على المستشفى ما دائم لأ سندي تكون فعلا طلق ولاده بجد مايكونش تفاسيح ولاده مش فولس لابر باندول فبالتالي روحي على المستشفى راحت على المستشفى انا ازاي اكونفرم من دول ثرو لابر باندول اعمل تي في للا اشوفي عن ثروباكا ثروباكا تشينجز مهمة اول مش بس دايلاتيشن لانه هنيجي في المالتيبارة لو واحدة والدة كزا مرة قبل كده ممكن يبقى في مشكلة انه يبقى عندها حاجة اسمها ملتيبراس انه يبقى السيرفيكس دايلاتيشن لكن مايكونش دايلاتيشن هفرق ازاي هل السيرفيكس ثنر خلاص اللي هو افاسي سيرفيكس ولا لا لو مع افاسمت مافيش افاسمت هو بس لا خلاص اشوف بقى احطها على حاجة اسمها ان انا اشوف السيرفيكس دايلاتيشن اخباره ايه في وقت الوضع لانه هي بيحصل لها انيشييييشن انيشيييشن سيرفيكس فروستاغلاندين عشان ديكريز الوكسيتوسينيز انزيم ديكريز البروجستيران انكريز الكورتزول كل دي ثيوريز وهي ثيوريز دكتور ممكن اجرر منعلي الصوت هو بيشتكل ويعمل حد يجرر بيعدي الصوت هو بيفصل كده مع لابسه فدي كلها ثيوريز هذه ثيوريز مع بعديها بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ لازم افرقها عن تعمل ايه؟ عشان واحدة بتجيب ولادة والتانية لا التانية هفضل معاها كل من اول الاخر الشهر التامن والتوشهر التاسعة كله ممكن يبقى عندها تعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بس مجرد انها بتعمل مور سوفتنينج او حاجة اسمها رايبنينج رايبنينج للسوربكس يعني يتخلي السوربكس مور ماتيور عشان يبقى بريبارد انه هو بعد كده ده هو فصل تماما عشان بعد كده يبتدي لما يبقى السوربكس بريبارد ويبقى يبتدي يحصل له بقى السوربكس التوفيقى السوربكس حسي Buddhist حسي تغبةد جالز طريق بتدع من البلد حسيété تغبةد Ouais لا الجسداء من جمه المبلش سattو نبزitters سيبقفه بالمبلش لي مين للأرة ولا الأور؟ الترجمCR الترجمكات و الالترجمات الثقب نفيد نفيد طفل ثم المنان ثم نعطي لطفل اه ممثل نفرح من الأور واله و المرأоду فعلاً في فرق بين الـ upper- lower-youthrine segment حيث تيدي حصل هذه الـ contraction تبدل أن تتبع ايها الـ frequency strength and duration لفترة قدي إيه؟ لا تفترة طويلة قوي ده ممكن في الـ primary طعد لها من 16 إلى 18 ساعة في الـ primary, يعني بيه primary gravitation تبع لفترة في المنزل في المنزل بتاخد نص الوقت ليه بتاخد نص الوقت؟ يعني في الـ first stage of labor اللي هي stage of two labor pains اللي هي stage of cervical changes اللي هما the allotation and effacement كل دي اسمها the first stage of labor يعني the first stage of labor المرحلة الاولى من الولادة اللي هي بيبدأ فيها the two labor pains ايو اعرفها ازاي بطريقة more objective اللي هي بيبدأ فيها the cervical changes من اول انه هو كان the cervix closed من اول انه هو كان the cervix closed اللي حد ما يحصله effacement اللي حد ما يبقى fully effaced دي اسمها the first stage of labor ال stage اللي بيحصل فيها the cervical changes ال stage اللي بيحصل فيها cervical effacement and dilatation فده بياخد تقريبا في البرايمي جراف ده من 16 ل18 ساعة وبياخد تقريبا في المالتي بارا تقريبا من 6 ال 8 ساعات نص الوقت بتاع البرايمي جراف. ليه؟ ليه في المالتي بياخد وقت اقل كتير من البرايمي جراف؟ عشان في المالتي بيحصل effacement and dilatation at the same time تلاقي ان السوربكس بيرفع وبيضالات وبيضالات مع بعض لكن في البرايمي ما بيحصلش كده وما ليه اللي بيحصل؟ بيحصل effacement الاول بعد ان dilatation تلاقي السوربكس قلوس بس سوربكس 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 قلوس فوقس انه حصل حقا بس سوربكس قلوس بس سوربكس قلوس موقفع فبالتالي هو ناخس الوقت لكن البرايمي الاول بتاخد وقت موقفع فوقت بس سوربكس كيف زي ورقة السجارة رفع خالص يبتج انه يحصل له بقى وطبعاً بيبقى ديالاتيشن أسرع لأنه خلاص قد يبقى فعشان كده البرائمي اللي هي البرائمي البرائمي بياخد من 12 إلى 18 ساعة لكن المالتي بياخد نص الوقت لأن البرائمي بيحصل في المالتي لكن في البرائمي بيحصل أول ولما أفولي الفائمي يبتدي انه يحصل له ديالاتيشن درسنا الكيرف بتاع البرائمي ده مفيش اللي هو ليه؟ اشمعنا؟ هي بيحصل كده؟ ده عبارة عن فاكت بتحصل لأنه الميكانيزم يعني ايه ميكانيزم؟ يعني هل أنا تدخلت؟ خالص هو بيحصل لوحدهم الستات ممكن يولدوا لوحدهم مش محتاجين الستات بيولدوا لوحدهم بيولدوا لوحدهم ازاي؟ بالميكانيزم اللي احنا بنقوله ده ايه هو الميكانيزم؟ انه هو بيحصل عشان فيه عندنا عشان فيه عندنا اللي هي ابتدت ازاي؟ ابتدت بالسيوريز اللي احنا عمليين نقول عليه هزا ابتدى يجيلها بقى هل السوربايكال تشينجز دي بتحصل مثلا 2 سنتي في الساعة سنتي في الدقيقة معرفش حاجات كده؟ لا لها عندنا مرحلتين في الفيرس تيج مرحلتين يعني الفيرس تيج يهيه علملاء السوربايكال يعني الفيرس تيج اللي هي السيج اللي بيحصل فيها من قول مكان تغايد خالصم لحد ما يبقى 10 سنتي علملاء السوربايكال وبردو من قول مكان يعني كله قتلك وطويل لحد ما يبقى بفيرس ده بيبقى in two stages, stage الاولانية اسمها latent phase والstage التانية اسمها active phase. امتى بقى اقول latent؟ امتى يعني اول كم ساعة يعني latent؟ لا هي مش بالساعة هي على حسب الاولانية اقل من اربعة سانتي اقل من اربعة سانتي يبقى احنا بنتكلم ان احنا لسا في latent phase. لو لقيته اكتر من اربعة سانتي يبقى انت بتتكلم انك انت بقيت في latent phase. ليه بنفرق ما بينهم؟ لان في latent phase دي بتاخد وقت طويل وقت وقت ما تقدرش تحكم بيه. ازاي ما انت عملت قولينا هو من 12 ل 18 ساعة ايوة الارقام دي في الاقتصاد. مش في latent phase. احنا we didn't include latent phase في 12-18 ساعة ومش عارف كم ساعة في المالتي لا. لان latent phase extremely variable. ايوة يعني ممكن تفحص العيانة prime دي تكون النهاردة جاي لك العيادة وهي 38 اسبوع. هو delivery full tour ما عندي كام اسبوع؟ 40. والدرم اللي هو الاربعين. نحن رو معين ستو ويكس. نعم من اول 38 حتى 42 اربعين ممكن نجيلها تقول اولاد عادي. انت بتيجي تفحصها تلاقيها سانتي. اوديها المستشفى تقولك خلي بالك دي لسه حتى لو هي سانتي دي لسه ممكن يبقى بدري عليها قوي. ممكن تقعد كده يوم يومين 3 او 4 كتير. فبالتالي ما تعملش اي intervention وهي في latent phase. اينا لو طبعا عندها complication انا بكتلم على normal. يعني ما فيش complication في state. ما فيش complication في baby. ما حسابش رابتر ما فيش اي complication خاط. زي الفول. state زي الفول والbaby زي الفول. ما عنديش اي off-stature complication ولا madical ولا اي حاجة. فبالتالي مش هدخلها ومش هاملها اي intervention لان هي لسه في latent phase ودي ممكن تاخد وقت طويل قبل. تروحها ما بنعملش اي active management اكسل في الاكتف phase. ما بنعملش اي active management اكسل في الاكتف phase. اي دا هو انت بتشرحي management لعلى لعباتش رحي ميكانزم. لسه المانجم. بس نجيب سرطه. نجيب سرطه على l bao crit انتور نشان thank you point not here. نعملس Nicolas. próxim ايه الاقسل بكين بعين دا ومش هتلاقي على 9 دا الكلب سارة. ايوه مش بدي عم Institute. ايوه مش كدة شايفين. انا بدي ازايت انا مش عارفة ومش بدين ازايت cyrve دا مدى بنشانل. دا بتاع ولاصلا فريدمون اسمه فيازم كورب فريدمون لما رسم الكورب problem هو رسم الكورب Smith معرفش يجب لنا اللاتجة أنزία فاللاتج فيها Silicon법 ما تنيش دعوه هو المهم ان هذه عند مستهدفة 4 Cadillatation وهي عندها S4 accelerated دعوة seried وبعدها انا في حاجة اسمها اكتف فايز اللي هي بيحصل فيها ايه بقى في الديايلاتيشن بصوا الكورب بقى يحصله ايه يعني يبقاش بقى لو هو قصير قوي قوي فين وفين لما يبتدي يحصل الديايلاتيشن لأ ابتدوا بقى يحصلين اكسليريشن وبعدين ماكسيمم سلوك وبعدين بعد كده اخر سنتي في الديايلاتيشن هو اللي ممكن ياخد وقت شوي فكل ده ده بالاورز وده بالسنتيميتر سبعة كالديايلاتيشن بعدين اول اربعة سنتي ديايلاتيشن دول اسموهم ليتن فايز دول بياخدوا باري بالامان تفتعان ومشتهمة دول اللي انا كنت بكلم عليهم في الاثناشر وثمانتاشر ساعة طب امال التانية اللي هي الاكتف فايز اللي هي الاكتف فايز دي هي اللي احنا بيقول عليها بتاخد من الاثناشر وثمانتاشر ساعة في البرايمي وثتة بثمان ساعات في المالتي ودي بيبقى فيها الكورب بيمشي اسرع عشان كده لو جاتلك واحدة وهي في الاكتف فايز يعني في الاكتف فايز يعني في الاكتف فايز كان السوربس اكتر من اربعة سنتي ديايلاتيشن اللي اعمل لها ادمشن وبتدي اعمل لها مانجمنت او نورمال لين لان هنا اخوة بيمشي بسرعة والاكتف فايز ما بيمشوا بسرعة فبالتالي دي الرابط انها تولد فلازم انك انت تعمل لها مانجمويت عشان مايحصلهاش كومبليكيشن فده الفرق في الفرق بيز بيتمقسم لتو فايز اللي لها الحد 40 سنتي لacja وبعضين الفرقбо والاكتف اسألي على اrateب قال ان هي بقت في الـ tumbة يعني انا فحصتها لقيتها 5 centi dilatation. ايه مجان غالبا انت هتتقوليي تقرأي 6 ساعة. غالبا هتتقوليتي كمان صاعة ساعة. حاجة حلوة. هذا لطيفة جدا. مش كدا ولا لأ? اكبر فيجاوها ان بيجي لها شكلها ايه؟ TRUE! أي واحدة بيجي لها تروحة تومية. ممكن تاخد باري بالـ amount of time لو بيجينا بحريات المحق، إذا بيحصل معكم . إنتقال،، أنا مش بس عايزاها تبقى درابي الناس، أنا عايزاها تبقى بطريقة معينة هذه الدرابي الناس، عايزاها تبقى كثيرين، وإن الناس إثنان. يعني مش كل الدرابي الناس هم إثنان، أنا عايزاهم ييبغوا إثنان. يعني إيه? إ foul is science, which I see in the邊. الطرination of efficient iotrine contraction, يعني 3 ctrl في العشر دقايق. يا إت لو بصيت فسعتك كده ، عشر دقايق لازم يكون جايله像 T tired like and 3 ctrl. ها سيت اوه محق ق masking ifu. بعدين اسطنينا شوية طبعا inheritance situation in between. خلاص ، وبعدين contraction ستانية. على Block conversation in between بعدين contraction فليت دقايق. لو قالها 3 contraction. في العشر دقايير؟ نعم . خيال يعني ونقراكشن، في العشر دقاية، كل واحدة'll توقض دقيقة، تعملش التقليقات 10-увати وإن الفراء، لامكن أن توقض دقيقة لكي أطمن أنها ستعملي الـ في الثيلة ثلات الـ في الملتي في البرامي في الملتي في الملتي في البرامي في البرامي. في بقى لازم ثلاثة التجارة في العشر دقائق. وكل واحدة تعد ضييقه. ليس بقى لها جيدة. جيدة جيدة. يعني جيدة جيدة جيدة. يعني جيدة جيدة جيدة. يعني يجب على الكامل. بالظبط. لأن احنا قلنا في الأول مبلة من 40 إلى 60 ملم. يعني تعلى على الـ CTG. لأن احنا بنحط حاجة اسمها CTG أو Cardiotopography. كارديو اللي هو يشوف الكارديو بالفيتر هارت ساوند نورمال توكو اللي هو براشر بس ده اكسترن الكارديو توكوغرافي يعني بنحط 2 بروبز على بطن العينة واحد بيشوف الفيتر هارت ساوند والتاني التاني حطه فين اللي حنشوف البراشر على فوق على بطن العينة من فوق الفاندس ولا على الفاندس فأي حتة يمين شمال بالضبط كده عند الرايت كورنيو فبنحطه اللي فوق ده عند الفاندس بس عند كمان الرايت كورنيو على اليمين شوية عشان يقسلي المفروض ان البراشر في الفيرس تاجي عشان يبقى عندي يبقى من 40 الستين ميليمتر فانا الان بتاعي لما يعمل مانجمت هنا في الفيرس تاجي ان انا احول الفيرس تاجي لفيرس تاجي هي عندها او لأ؟ طبعا عندهم ملا انا حجزتها عشان هي عندها كل هدف في الفيرس تاجي المانجمت بتاعنا كل هدفنا لينا ايه مواضح؟ ولازم اليم ده يبقى واضح في ذهننا كلنا امونيتر 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 اعمل ايه؟ يعني لو لقت القيام بالمقرورة التي جاء بها ذي بساكب بها دي فعلا ثلاثة قيام بالموقع و كل الا daí Holocaust اي يقعدوا بعدها من 40 الستين مو åtرا اعمل ايه مع العيانة اللي جياني وعندها true labor pains مش بكت true لأ وكمان efficient كويس انا حدستها لان هي في true labor pains يعني انا بكتت اعمل لها admission بعد اربعة سنتي سورباكتا داتيش عشان هي خمسة سنتي سورباكتا داتيش عشان هي خمسة سنتي سورباكتا داتيشن انا قريدي عملت لها admission وبعدين عملت لها monitoring فشفت ال contractions اخبارها ايه لقيت ان بيجي لها تلاتة contractions في العشر دايج كل واحدة بتاعد دقيقة اعمل لها ايه بقى في طول ال first stage of labor league دي اللي هي ال 12 ساعة اللي جايين هنعمل ايه مع بعض انا والعيانة ها اعمل لها ايه مش حامل حاجة بذات كده just monitoring لان انا كل دقوري ان انا monitor هل حاجة اخزاها ال 12 ساعة ده هو ده سبب اللي احنا اخدناه بايس ان هي عملت bear down to bear down against closed او يعني مش closed not fully dilated service اللي حينزل ولا حاجة هتنزل هي بس اعضاءها اللي حاجة حاجة لها prolax لكن مش حينزل البالي ما هو لسه service مش fully dilated البالي مش حينزل غير لو كان fully dilated خلاص؟ فبالتالي كل هدفي في ال first stage of labor ان انا احاول ال true labor pains اللي هي فعلا موجودة بدليل ان انا حاجزت العيانة احاول ال true labor pains to try to contractions لان ممكن تبقى ال true labor pains دي بيجيلها اثنين في العشر دقائم واحدة في العشر دقائم بتقعد عليها دقائم بتقعد عليها عشر ثواني الاستنسي بتاعتها عشرين الاستنسي بتاعتها مية كل ده ابنورمال كل ده ابنورمال سواء كان بالزيادة او بالنقصان ده ابنورمال انا عايزة هتبقى زي ما احنا بنقول كده يعني ما تكونش مثلا خمسة contractions في العشر دقائم ده غلب ده برضو زي كده ال AF اللي بيجي في الهارد ده مش efficient احنا هدفنا ان احنا نحول اللي هو ثلاثة contractions بالعشر دقائم كل واحدة تقعد عليها دقيقة وتبقى الانتنسي بتاعتها من اربعين لستين مليمتر مركب هو ده هدف اكتب بس في ال first stage طب ومال في الميكانزم ايه لا احنا بس بنشرح بنشرح ايه اللي بيحصل في ال first stage ايه اللي بيحصل في ال first stage انه هو ال first stage دي متقسمة ل two parts latent phase وactive phase اي حاجة اقل من اربعة سنتي دي اسمها latent phase واكتر من اربعة سنتي دي اسمها active phase ايه اللي بيحصل في ال active phase ايه اللي بيحصل في ال first stage لحد امتا لحد ما السوربس ده يبقى fully dilated 10 cm ويبقى fully taken up 100% active هو ده اللي بيحصل الميكانزم اللي بيحصل في ال first stage job labor هل بيمشي باقي الاكوشن دي لو ال contraction هي جاية العيانة او العيانة عندها في بيتها تحت الشجرة efficient to train contraction هتمشي بالاكوشن دي لو ما عندهاش efficient to train contraction مش هتمشي بالاكوشن دي لكن هتقومي هتقولت لانها عندها true labor pains فالسوربس هيتقومي بالاكوشن دي ممكن تطور شوية تبقى اسرع شوية precipitate labor يا اما prolonged labor على حسن لكن لو هي عندها يا ربنا جاب لها true labor pains efficient يعني جاب لها true labor pains efficient خلاص يبقى هتقولت fake اللي احنا بنقول عليها دي لان هي عندها efficient to train واضح first stage of labor ده الميكانزم ده الميكانزم اللي هو بيحصل احنا ملمسناش step هي الوحدة داي خلصت يعني ايه خلصت امت حاولين first stage دي خلصت full diatriation full cervical dilatation full cervical dilatation البابي فين لسه قوة انتقلنا لل second stage يعني start of the second stage of labor بتستارت مع full cervical dilatation and effacement once in the syringe تبقى fully dilated 10cm ده انا كده دخلت second stage of labor ايوا ايه اللي هيحصل بقى في second stage delivery of the fetus ده اللي بيحصل في second stage اللي هو delivery of the fetus بتاخد وقت قده ده اللي هي من اول full cervical dilatation لحد جماعة البابي في التويلت بتاخد تقريبا او المكسلوم ساعتين two hours في البرايني وساعة في الماضي يعني acceptable انك انت تقعد مع عيانة fully dilated مع واحدة fully dilated لو هي برايني لمدة ساعتين لو هي مالتي لمدة ساعة اكتر من كده لا دي بتبقى prolonged ولا هل من انت تاخد action تشوف هي ليه prolong لان الطبيعي الميكانيزم ان هي تولد البيبي ده طالما هي بقى تفولد عليها الدخول يفت ان البيبي ده يتولد خلال ساعة في المالتي ساعتين ماكسومم في البرايني ده بالنسبة ليه second stage اللي هي stage of fetal delivery delivery of the fetus should be within ساعتين ماكسومم in primary grab ده وone hour في المالتي فار الميكانيزم يعني هل ستر قاعدة لوحدها ببيتها دي ممكن تولد البيبي لوحدها اه طبعا ممكن تولد البيبي تولد البيبي ازاي نحيلي يمسك الفلس وانا ازاي اساقنا اساقنا ازاي اساقنا اصوري ان انا مرفة اقلتك يارا لانا يتيحة مسك الفلس واعدين بعدين sonra تيمسكين لهم بقى الفلس كده فوق هيحصل ايه لالبيبي لازم يحصل له descent مش كده ولا ايه ده منطقي اه لازم يطلع البيبي انزل ومارها يطلع بروزة لازم يحصل ففعلا مش بس المسطف�� ده البحث واحد ويقوم بتوين كل ستب وستب في دسنت خلاص؟ يعني الديسنت دي أنا هقولها مرة لكن مش هكررها مش معنا كأنها مش هتحصل تاني معنا كده إن بحيين كل ستب والتانية بيكمل دسنت بيكمل دسنت بيكمل دسنت زي بالظبط ما خدنا في الحياة إن في امبريلا حيبتيدي آه لكن هيفضل مكمل مكمل معنا في كل دسنت خلص يبقى بيبدا دسنت وبعده بعد ما يديسنت طبعا ده الوزيشن الاي Vladimir الاي Parte الاي Parte لايifter لأنه على الاي شيئك النمط وصباب ك determiner كفال Sister الناس الايڈ 會ände الباب لايماれて لان الـ Coordinating Party هنا هو Vertex لانه Fully Flexzed وDinominator بتاع الـ Vertex هو الـ Occipit ووضع وضعات الـ Anterior الـ Occipit anterior يعني toward the Symphex Confubus بتاع الـU فبالتالي ده العناء هو Left-Occypto-Anterior وفعلا هو ده العناء بتاع الـ Normal عشان كده هنشرح الميكانيزم على الـ Normal اللي هو باع الـ Default البي بيانزل ازاي؟ بينزل في الـ Left-Occypto-Anterior Position Left-Occypto-Anterior Position طالما البيبي في ال left occipto anterior position يبقى هو في اي oblique diameter بتاع الفلبس يعني هو نازل في اي oblique right oblique right لان هو ال oblique بيبتدي من sacroiliac joint فهو نازل في ال diameter ده اللي هو بادي من اين بادي من left iliopectinial aminus ليه right sacroiliac joint بس مش نقول عليه كده بنتديه من posterior فهو بادي من right sacroiliac joint لحد left iliopectinial aminus فطالما بادي من right يبقى اسمه right oblique يبقى البيبي left occipto anterior قويس نازل في ال right oblique ال position ده left occipto anterior يبقى بيحصل له descent وبعدين بعد descent لما البيبي ينزل راسه الكفاليك دي ويتعدي ال pelvic brim اسمه ايه engaged لاني ايه ال definition of engagement passage of the widest transverse diameter of the presenting part through the plane of the pelvic inlet يعني passage of the bi parietal diameter through the plane of the pelvic inlet يبقى البيبي حصل له الدستان وبعدين engagement engagement as the time of engagement بيبطيتي انه هو يحصل ايه ان البيبي ده حيميت ال pelvic floor مين ال pelvic floor دي؟ ال pelvic floor طب لما البيبي ده لميت ال pelvic floor حيحصل ايه؟ حيحصل مور فلاكشن لانه هو البيبي ده نازل قابل حاجه سدى كده وهو arati flexed مش كده ولا ايه هو arati flexed لانه عشان كده هو occipit يعني ممكن ما يبقاش full flexed فهيحصل له مور فلاكشن المهم انه هيبقى مور فلاكشن لو كان full flexed خلط مش هيحصل حاجه بس هو المهم انه هو once انه هو نازل حصل له distance and engagement وميت ال pelvic floor مصول الليباتر ايه مصول هيحصل له full flexed مور flexion لو كان full flexed خلط مهم انه هو at this stage لما يميت ال pelvic floor انه هو يبقى fully flexed كان هو fully flexed مكان شفها بقى fully flexed المهم انه هو لما يميت ال pelvic floor بقى fully flexed لما البيبي راس البيبي هنا بقت fully flexed ال diameter اللي حيبيقى مميت ال pelvic floor مصول التراسوري و الانتروبو سيرا ال halves direito هو البيباريتر هو الانتروبوستيرير وهو الانتروبوستيرير سابوكسيبتو هو البيباريتر هو البيباريتر الكام والسابوكسيبتو بريجماتيك فبقت الراس هنا عاملة كرة كرة وبعدين فيه السلوب بتاع الليبيتر انعيدة داونورد اند فورور فبيحصل ايه؟ ان هي دلواتي بقت شكلها زي البول هيحصل لها خَرق هيحصل لها خَرق لانها بقت عاملة ن wys gazze طالما او ايه كرة لو كانت زي البلاتو ولا يهي لها ايه فيها لكن Term2 でقضلك她 لهاpeutر انعيدة فبقت كرة لما تخلبت خُغرفة تورجمكها حصل لها خَرق حصل له الهد كانت ur XX أوكسيبيتو أنتيري هيحصل لها إنترن��00 إنترن camida يعني إلى الخلف بلمشان dieser sides لما حصل لها بالجنة곡 أو المفيد أو تشش بماية العودة بيئة الحركة الألم роб diye أchen Damas بيني حالة الألم فحصل للرواس هنا Alz prop لان هي الميكانزم بتاع البابي في الساكن ستيج معفول سربائيكال ديالاتيشن حصله ديستان وبعدين انجيجمت اللي هو البابيكريتر دائم تفتبو زفل بكينة وبعدين حصله ميتنج لاليفيطر ان اي مصر فبالتالي حصله مور فلاكشن مور فلاكشن مور فلاكشن بتاعته لانهو كانوا ارادى فلاكشن يحصله مور فلاكشن وبعدين سلوبينج الاليفيطر ان اي فحصله انترنل روتاشن او انتيري روتاشن اواهو اثنين واحهو الليل او أنتيري روت SAS فبقى أكسيبيتر Ass وحصله ديلكتخ Yea طب هنا البابي عنده داشة مور فلاكشة ينزل الباب يتحرك أن يضع الكوكب من الطنقة فهو اليترس عند مادة على البيبي لأنه الحطة المبتوحة المتوحة وحتى الأبسترريك أكسس فاليترس يدفع البيبي واللي فيترس انيه من تحت سلوبين بتحرك البيبي أبوارد وبجرد فهو البيبي هنا تحت الـ쪽에 ارتبط من فوق اللي هي بتاعتي الـエcart النت�جة هتوبقى او الحاجات اللي احنا الموهمنت اللي حصلت في second stage of the fetus هو left occipto anterior ما تنسوش انه هو left occipto anterior كل جسمه براسه left occipto anterior descent و بعدين increase flexion و بعدين زي البول فحصل له internal rotation او anterior rotation و بعدين بال two forces هصل له extension ايه اول موهمنت انا هشوفها؟ لان كل اللي فات ده انا مش شايفة ده هو ده جوه كله و بعدين increase flexion ده جوه كله الوحيدة اللي حشوفها هي الوحيدة اللي انا حشوفها هي extension طب extension وبعدين لما البيبي بقى extended احنا دلواتي الوضع بتاعنا ايه؟ نركز فيه كده انا حسيب البلوس بس هو البيبي جوه البلوس خلاص بصوا على البيبي internal rotation جسم البيبي ايه؟ حصل له rotation؟ لا extension جسم البيبي برده ما حصل لهش rotation الطبيعي ان هو يعدل راسه عشان يبقى in alignment مع بعيد جسمه يعدل هذا rotation اللي هو حصل internally العاد اللي يسمع restitution restitution يعني عدل راس فهو حصل له مبعدين 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 دلوقتي راس البيبي و جسمه in alignment مع بعيد على الان واحد ام اه ان alignment طب خلاص هاي هاي ما هو الراس بس بتلعب فين جسمه بقى جسمه برده بيحصل له descent نفس الفورسس الوترس مش هيسكوت من الـ contraction غير لما كل البيبي يبقى برد طب بيكمل descent بيكمل descent وبعدين جسم البيبي هينزل هيحصل له rotation internal rotation جسم البيبي بقى rotation internal rotation كل جسمه على بعضه جسمه كله هيلف مع بعضه ايو انا شايفه جسمه بيلف انا مش شايفه جسمه بيلف انا شايفه ايه الراس هيحصل ايه الراس هتلف external rotation انها بره انا شايفهها فانها اكسترن rotation it's not an internal rotation it is an external rotation in the same direction of restitution ولا in the opposite فانا حلاهي لما راس البيبي بايت extended ان حصلها rotation مرة الهي restitution باية another rotation الهي the external rotation the external rotation دي خلت ان البيبي بقى transverse او shoulders دي بقى عندي anterior shoulder اللي هو facing السيمفزيس بيوبس و posterior shoulder اللي هو facing السيكرم ننزل البيبي more distant احنا بقول الديسانت دي ما شو معنا عليه more distant more descent فلقيت الانتيرير shoulder هيبتدي يهنج بقى بقى السيمفزيس بيوبس الانتيرير shoulder هو اللي هيهنج هنا بقى السيمفزيس بيوبس عشان ال posterior shoulder هو عنده space اكتر يبقى delivered first ال posterior shoulder يبقى delivered first followed by the anterior shoulder once and two shoulders بقوا delivered خلاص الجسم كله هيسلب very easily وحيحصل له expulsion تاني تاني ايه ال position ده؟ left occipital anterior ايه ال position؟ left occipital anterior ايه اللي هيحصل البيبي؟ distance و بعدين engage و بعدين يميت اللي بتو ايه اللي هيحصل له increase flexion بالضبط كان increase flexion و بعدين بيترسوا عاملة زي البول internal rotation أو anterior rotation internal rotation و بعدين ال two forces applied عليها يحصل له extension delivery by a mechanism of extension delivery of the head by a mechanism of extension و بعدين تعدل نفسها الراس restitution عشان يبقى الانت مع جسمه و بعدين جسمه عمال ينزل جسمه الشولدر برضو هيحصل لها rotation هيحصل للشولدر internal بس احنا بنتكلم على الراس لاندي اللي احنا شايفينها فالراس حصل لها external rotation which is in the same direction of the restitution حصل هنا external rotation of the fetal head فبقت الشولدر هنا عندي anterior shoulder و posterior shoulder نفس القصة زيما occipit hinged below symphysis pubis برضو الانتيريال شولدر حيينج below symphysis pubis عشان البوستيريال شولدر يدليور يدليور الانتيريال شولدر hinged below symphysis pubis عشان البوستيريال شولدر يدليور يدليور فالانتيريال شولدر وبعدين expulsion of the whole fetal head fetal body تاني اللي بيحصل ليه دول اسمون cardinal movement of delivery of the head لان هو الاساسي delivery of the head delivery of the head هي الاساسي لان هي دي البون كلها هي دي لعليه مشكلة بقيت جسمه ده soft tissue ممكن نايب ويطلع فانا مشكلتي في الهجم خلاص؟ فهو بيحصل لها بالسن وبعدين engagement جايز؟ وبعدين بعد كده increase flexion لان هي قبلة elevator in eye muscle بقيت عاملة زي الكورة هيحصل لها internal rotation او anterior rotation internal rotation مش شايفاها انا internal rotation عشان يبقى الoccipit هي hinge below symphysus pubis وبعدين يبقى delivered by a mechanism of extension وبعد ما حصل له لهذا extension حيادل بقى راثه اللي لفها دي جوه حيامر حاجة اسمها restitution بعد الrestitution برضو بتنزل الجسمه فالshoulders هتميت elevator in eye muscle برضو هيحصل لها rotation اللي هتبقى reflected على external rotation of the fetal head external rotation of the fetal head عشان الانتيرير shoulder يهنج below symphysus pubis عشان ال posterior shoulder يبقى delivered first followed by the anterior shoulder وبعدين كل البيبي يبقى expel to the outside expel to the outside واضح هده كثرة يبقى تنبي كده والقلبس مش معانا بس نتخيل ان البيبي ده نازل قول القلبس طيب حصل هنا distance وبعدين حصل distance وبعدين engage وبعدين قبل اللي بتو يناي حصله increase flexion وبعدين increase flexion internal rotation inside the pelvis internal rotation وبعدين extension وبعدين وبعدين عدل نقصه restitution وبعدين كده الشولدر نزلت أفدر فحصلها هي rotation اللي ايه reflected على الراس بقى external rotation of the fetal head يبقى الانتيرير shoulder حيينج below symphysus pubis عشان posterior shoulder delivered first followed by the anterior shoulder وكل البيس متوي ثاند البيب يهون left occipito anterior left occipito anterior يحصل له ايه distance وبعدين engage وبعدين re-delivator in heart more flexion increase flexion وبعدين internal rotation لانه ها بايت راسو عامل ذا يقول فايحصل لها internal rotation two forces باعي يحصل له extension delivery by وبعدين يعد الباع راسو restitution وبعدين more distance shoulders يحصل لها rotation هي internal بس بايت فلاكد على الراس بايت external rotation او بايت راسو transverse كده بايت راسو transverse بايت الشولدر عندي anterior shoulder وبايت الشولدر عندي anterior shoulder والانتيريال شولدر الانتيريال شولدر حيينج below sense of the unit هو دا اللي عندي فالباستيريال شولدر يبقى deliver first عشان القنكاتي اقوم بسيكرا وبعدين فلد بعد anterior shoulder وبعدين والفيتر سيبقى واضح المكانيزمة off delivery بتاعيال 2nd stage واضح المكانيزمة فيه point انا لازم اولها الراس left internal rotation ركزوا في ال direction of rotation of the fetal head الراس لما دخلت البلغس left foot left foot rotation شايفين ال direction of rotation of the fetal head طيب لما شولدر نزلت left foot internal rotation هل الراس وشولدر left foot in the same direction in the opposite direction الراس لما نزلت البلغس left foot in this direction while the شولدر لما نزلت البلغس left foot in this direction لما لفوش in the same direction سوريا ليه ليه الراس لما نزلت البلغس left foot in certain direction while the shoulders left foot for opposite direction هي الراس موجودة in the same oblique diameter in the same diameter او اكسس بتاع السبب موجودين ازاي؟ عكس بعض عشان كده لفو عكس بعض اوكي؟ يعني الراس نزلت في اكسس او ده الاسس بتاع el fetal head ده الاسس اللي نزلت في el fetal head ده الاسس بتاعها لكن السبب نزلت في الاسسس التاني perpendicular عنه ده الاسس بتاع السبب وده الاسس بتاع الهد الاتنين برميز على بقى عشان كده the direction of rotation of the fetal head came in a certain direction while the direction of rotation of the shoulders was in the opposite direction. عشان بس لما تبناه وتعودة تمسكوا البابي ومش عارب ايه ده تماما ينلفوا بقى كده كده ما بيليفش كده ما كانش تولد لو لبت كده هو بيتولد in the opposite direction بيليف in the opposite direction ليه؟ لأنه هما in two different axes هما نزلين oradiyo في البالغس in two different axes ثاني second state of the way رحنا بنشرح دول اللهم القردين الموهن for the area of the fetal head اللهم الستن engaging A increased flexion internal rotation prostitution and fifth extension extension طبعا دي الاساسي internal rotation extension prostitution external rotation واي الexpulsion كل دول وضو الهد بغدين بالكو الهد كل record in the movement رأسيس ادكار هاد خلي بالكو احنا بنترسها بال second stage of the labor لكن actually the descent والengagement ممكن يحصلوا اساسا during pregnancy يعني during pregnancy بتلاقي ان البيلي ممكن راسه نزلت حتى ايه ده؟ ده انت بطنة نزلت انت بطنة نزلت انت بطنة نزلت اذا حبابتي ده انت قربتي تولئ حاجات كده يعني خلاص بتبقى بطنها اه البيبي بيحصل له more descent ده ممكن يحصل الانجاجمنت في البرامي في من اول 36 اسبوع يعني الانجاجمنت في البرامي بيحصل عن 36 اسبوع تقريبا دقيبا انت عشان كده لما دينا نقول المرة اللي فاتت عايز اشوف الدعائج من البنجيجات طب لو لقيت ان الراس موجودة وسداني اي واقع لان الراس بقيت engaged فممكن قوي الفرستو دول يحصلوا during pregnancy او during the first stage of labor مش شرط يحصلوا في الثاني لكن من اول بقى البعليين دول طبعا يقول لها في الثاني يعني قصة اللي هو increase flexion و internal rotation و extension طبعا في الثاني وبعدين restitution و external rotation والexpulsion ده كل ده ثاني بس ممكن قوي ان الدسانت والانجاجمنت دول يحصلوا في الثاني وليس بس في الثاني ده during great pregnancy اصلا يعني during pregnancy ان يحصل لها كده اخر مرة بالنسبة لها القاردين بيحصل distance وبعدين انجاز وبعدين increase flexion بالضبط لما قابل اللي بيتو ريناد حصل لنا increase flexion وبعدين internal rotation لانهو بعد ذا يقول فحصل internal rotation وبعدين extension عشان two forces applied عليه وبعدين يحصل له restitution يعدل internal rotation هاي حصلتنا وبعدين shoulder spaviter يحصل لهو external rotation وبعدين high hinge below surface pips حي deliver any shoulder first posterior shoulder followed by the anterior and the whole heart will be expand and the whole fetus will be expand ده بالنسبة ليه mechanism of delivery of the second stage يعني يعني لو استكتها مع نفسها اي بيبي يحطول بهذه الطريقة هو البيبي طريقة لعند هي هذه الطريقة احنا ما قلناش اي حاجة انا عملتها ده هو mid elevator هي موجودة هي موجودة فبيحصل له increase flexion وبعدين بيحصل له rotation لانهو فعلا بقى ثم اكتبتو بريجماتيك مع ال bi-parator diameter زي البول وبعدين بعد كده extension عشان ال two forces applied علي كل حاجات دي موجودة فال two forces بيكمبل اللي هو extension بايحصل له restitution وبعدين هو من نفسه طرمه انه لسه شغيلة هيبقى وحينزل على السيلير بقى معايا وخلص طيب النسبة للميكانزم mechanism of delivery of the second stage طيب بعد second stage يعني second stage حتاند امتا؟ بعد full delivery of the fetus full expansion of the fetus طيب انا كده خلصت الولادة في بلاسنتا جوه في بلاسنتا جوه فخندخل في third stage of limb هندخل في third stage of limb ايه هي third stage؟ بتبتيجي من امتا third stage؟ بعد delivery of the fetus while the placenta is still inside ايه مستمر؟ tranctraction وهو اليوترس ده مش خير ثقود غير ما يبخوض لسه بوا بلاسنتا فليزم يكنتيني doing the trying contraction فاحنا لسه مستمرين فيها trying contraction في trying contraction البلاسنتا دي المفروض انها تخرج خلال الدئيه يعني maximum time allowed for the third stage normal third stage of labor زي ما قلنا time allowed بتاع maximum time allowed في after phase of the first stage of labor اللي هي من 12 إلى 14 ساعة أو 6 إلى 13 ساعة primary one وقلنا برضو المفروض ساعتين في الساعة في المنطي طب المفروض time allowed في هو ايه دكاترا؟ نص ساعة نص ساعة بس نص ساعة لانه بعد كده حيبتجي بقى السوربس يريفورم ويقفل لان اليوترس بعد ما نهزل كل البيبي ده هيحصل له يعني بتجي ان هو يرجع شوية ليه حجمه خمسين جرام اللي هو واحد في اثنين في ثلاثة انشز بدأ المكان كيلو وكان خمسين ساعة خلاص؟ فهو اول ما البيبي نزل ده بيبي نزل بيبي نزل فبالتالي حصل له يعني بدأ المكان وصل لحد السيمفيزيس بيوبيس هيوصل لحد الفندس الامبيليكس الفندس هيبقى عند الامبيليكس فحصل له صغر خلاص؟ لكن البيبي نزل بيحصل فبالتالي حصل له شوية ايه اللي هيخصل مع هذي المفترض يحصل بلاسنتا من هي موجودة فين البلاسنتا؟ الفندس بالظبط كده فيحصل بلاسنتا طب لما البلاسنتا تسيبارات من الفندس هيحصل ايه؟ بلاسنتا بالظبط كده فاول ساعة بلاسنتا يعني مش هيبقى فيه اي بلاسنتا لسه مش سيبارات وانس ان يحصل سيبارات من الفلاسنتا هتلاقي يحصل جاشو بلاد اه، اول ما يصل ده تعرف ان الفلاسنتا جوه بقت سيبارات ما انت مش شايفها؟ بس هتعرف ان البلاسنتا بقت سيبارات طالما حصل جاشو بلاد بلاس لديك الكود ما احنا قطعنا بعد ما البيبي يتولد وفروب تابع بقى الكود وحتى بتروح مع البيبي وحتى رسه مع البلاسنطة عشان تنزل البلاسنطة. بيحصل منطقي مع البلاسنطة بدل ما كانت في الفاندس نزلت شوية تحت وعملت لك سوفرا كيوبت بلش فحصل للكورد الموجود. الكورد ابتدى ايه بقى؟ مش كده ولا ايه؟ منطقي مش كده ولا ايه؟ ايوة الكورد هيحصل له فحصل فبلاسنطة فبخير يحصل لكش هو بلد وبعده حصل لنا الانجيشن ايه كورد وسوفرا كيوبت بلش. دول الكلاتة ساعين ايه كورد تلاتة ساعين مهم مهمة لما نجي نعمل مانجمت ان احنا بنأبذور لالساين ايه كورد بلشان ما تشدش على البلاسنطة وهي لسه مش كورد انت كده ممكن تعمل وممكن تعمل للكورد تقطع على الكورد فما ينفعش تشد على البلاسنطة وهي مش كورد لان اللي حيحصل زي ما خدمنا او يعني انه ممكن الليوترس دايبه ينزل كمان مع البلاسنطة لان هي مسكه فيه ولازقه فيه بلاس انه ممكن الكورد نفسه يسقطع لو انت كنت شادد وعمل فرصة على الكورد فبالتالي don't ever pull on the cord غير لما يبقى عندك sign of placenta separation فبالتالي هما sign of placenta separation عشان اعرفها عشان ما شدش غير لما يبقوا هما موجودين انه يبقى عندي gash of blood elongation of the cord و supra pubic bulge لان البلاسنطة هتبقى موجودة في supra pubic area فبقى عندنا supra pubic bulge فانتا just wait لو جينا هنعمل معلش between four signs of separation طب ايفرد انه هو mechanism هيحصل بردو الحاجات دي مع معللي prime contractions بس الست حضية هيا قاعدة معنخستها كده انه بعرفي عليها bleeding والكورد بقى elongated شوية شوية الحد ما البلاسنتة بقى delivered شوية شوية الحد ما البلاسنطة بقى delivered like an inverted umbrella فالبلسنطة بقى delivered يبقى كده ايه؟ يبقى انا كده خلصت الثير stage of labor يعني الثير stage of labor بدخلص مع complete delivery of the placenta in members ده الثير stage of labor خرص maximum time allowed for the third stage of labor? 30 minutes 30 minutes الاثنين الاثنين اللي الاثنين؟ شمعنا؟ شمعنا هنا باو بيتاملو زيبا عشان؟ شمعنا؟ ما عنديش برايمي على الفكرة خلص 6 ويلد كله بقى اعملت وش كده؟ هو كله بقى زيبا بقى اليترويز بي نفس الفيزيولوجيك المكانيز لعني ما بقىش عندي برايمي ويلد فحلص بقى عندي كله ملتيهات هنا فبالتالي كلهم هما الاثنين 30 minutes فالتايم اللي الاثنين اللي الاثنين 30 دقيقة خطر مطي مصير دا الوقت دي تايمة يعني لو البلاسنطا فضلت اكتر من 30 دقيقة دي واحدة من ثلاثين دقيقة اسمها ريتين البلاسنطا وهنا خدها في الكمبلاسنطا لان النورمالي ان البلاسنطا تدريبا امتلك 30 دقيقة لو البلاسنطا عادت اكتر من 30 دقيقة دي اسمها ريتين بلاسنطا يبقى كده؟ طلصت ولدت البيبي واتولد البيبي مع ولد ناشا احنا حرجها هي ولدت لوحدها اتولد البيبي بقى الميكانيسك واتولدت البلسانتا بقى الميكانيسك وخلصنا النورم اللابر سواء الفيرس او الساكن او الثير ستاجر طب افرد انت مرهودة ما نجد افرد انت مرهودة جافلك العيانة انت عاد في الاستقبال وطبعا انتو هتولدو جي تي س بيولد جافلك العيانة ايه انا دلوقتي حامل في الشهر التاسع وبيجي لي طالق واجعني قوي بيجي لي واجع جامد قوي يا دكتور من الصبح هتعمل لها ايه اه اه مش كده اقول له ايه هو انت فعلا في الشهر التاسع يا مده ليه هي بتاعك امتا طب الاسباكتر ديت امتا اه انت فعلا في الشهر التاسع طب الواجع ده اخبره ايه ريغلر ريغمي اه حتيبه طب الانالجازك طب الانالجازك طب الانالجازك طب الانالجازك طب انت عندك اي مشاكل مدكال عشان تعرف برضو هي كومبليكيتد كيس ولا لا دي نور ما ما فيهاش حاجة طب خدت منها الجازك وبعدين حبت اعمل ايه تانيه طب الانالجازك طب الانالجازك احنا بس حاقة قويس تماما طب الانالجازك جدا ليه والانالجازك خلاص عملتها الانالجازك أه خلاص اخنا ما بتجين تحيز يا مدهو لانت بقيت في الاكتف فاز طب لقيتها اتنين سنتي تلاتة سنتي ما عنداش اي تروحها اتمشي شوية منام روحي لو ذا تعليك الطرق تعالي يعني ممكن في الليتن فاز انك انت تمشيها طالما ان هي انكملت لكن لو هي في الاكتف فاز بقيت انت بتعملها ادميشن خلاص خمسة سنتي اه يا مدهو دا انت خلاص قربنا فعلا نولد طب انت خمسة سنتي يلا حنتي ان احنا ندخل العيو لان احنا في دخلنا دخلنا دخلت في اسم عشرة اللي هتنزلوكم لكم تعملونها ايه وهي دخلالها في اسم عشرة خالص ها ايه هل في حاجة عايزين تعملوها للست دي هي الست دي في ولا لا اكتف ولا لاتن فاز طيب نعمل لها ايه مش كده ولا ايه لان هدفي اشوفكم هم افشينت ولا لا اه تلاتة كنتراكشن في العشرة دقايق وكل واحدة بتقعد عليها دقيقة والانتنستي بتاعيتها من 40 لستين ميليميتر ميرفي اه دي افشينت ترعين كنتراكشن يبقى مميتر واوبزورب ومش محتاجة ان انا اتدخل اي حاجة بس مغارد ان انا بعلالها فلويدز بديها عن الجازكس لان هي ابتدت تتوجع دي عندها كنتراكشن من 40 لستين ميليميتر ميرفي بتتتوجع جزي ما هو مش بيريليف الكمتراكشن انا عايزة ريليف الكمتراكشن انا عايزة ريليف الكمتراكشن سمعه هو الكمتراكشن حد تفضل ترمى بدع التروي في الميتر دي حدى استمر مش هتقدر انا كانت توقف اترمى بقيل دي فى الامتل فخلاص انت بس بتريليف شوية الكمتراكشن فطبعا تجيها النرجازة تعلق لها تعمل لها انما عشان لما تيجي تولد مايبقاش بقى هي بتبوش كله يعني فتعمل لها انما كده يعني بالنفس العيانة بنعملها ناخد منها طبعا نخلق حقا مجمع قاوي ره عشان لو كانت ره نجل فميبقى ليزم تدلها حول انت اله قول ما هي تولد فاللعقه 40 ساعة تجيها النرجازة تعلق لها تعمل لها انما ده اللي احنا بنعمله هو بتـ observe طالما ان هي عندها true labor pains دول efficient contraction. طالما true labor pains دول efficient contraction حتـ observe. بتـ observe بإيه ده كثرة؟ حيث اسمها partogram. الpartogram ده أولاً نبصها على شرق الpartogram. ترجمة نانسي قنقر ده الpartogram إذا كنت كل ساعة بتتحصل عيانة. قيس بتشوف الشرقاتية دي. وتحط بقى دي خمسة سنتي. دي بقى ستة سنتي. دي بقى سبعة سنتي. بحيث ان يشوف يعرف اذا كانت هي progressing ولا بلا سوق. يعرف انها progressing ولا بلا سوق. ولا بتبقى متسطرة. قيس انت بس كل ما تعمل او لليدي يعني مهيامش patient. فبس بتشوف هي السبعة كده الاسمت قد ايه كده. في descent of the fetal head ولا لا. يعني station بقت كام. نتمنى ان station up بتتقدم بعد ما كانت زيرو بقت plus one بقت plus two كده. فده الpartogram. كل الستات اللي بيخشولك بتعمل لهم partogram. لان الpartogram ده اللي انت هتعمل دي. follow up للليجر. observation للليجر. كل الستات. بلاس انك انت بتعمل monitoring للfeetal heart sound. انك انت تسمع البيبي. تسمع البيبي. تسمع البيبي فين؟ لو هو kifalic presentation. وتمعنا احنا شرحنا ده normal liver يعني كفالي presentation. ومش بس الكفالي ده vertex. وleft occipto anterior position. فحاسمع الfeetal heart sound. فوق الامبليكس ولا تحت الامبليكس. يعني هو الهارت هنا بتاع البيبي. بيبقى towards احنا دايما بيقول الانتيريور shoulder. towards الانتيريور shoulder. الانتيريور shoulder هنا تحت الامبليكس ولا فوق. تحت. فطالما نحنا كفالي presentation. يبقى احنا بنسمع الفيتر heart sound. بحط الصونيكات ده. بقعيصة ان بيحط البيبيبي ده بجلب على قطن العينة. يعني بس مجرد ان انا كل ساعة بسمع الفيتر heart sound. كل ساعة بسمع الفيتر heart sound. ومال ايه البيبيبي التاني ده؟ ده ممكن ان انا اعمل حاجة اسمها external feature monitoring زي بالزبط. او حاجة اسمها CTG. external feature monitoring او حاجة اسمها CTG. او ده الصونيكات يا ده اللي هو على بطن العينة وبايت بتروحاتة البروب. بتروحاتة البروب بحس ان كانت تسمع الفيتر heart sound. فالفيتر heart sound ده مرحة انك انت بتطمن على الام والبيبي. بتطمن على الام والبيبي. الام ازاي؟ ان بيضع عليه بييفيس ان الراسة فيه بتتقدم طب الممبرز انت بتطمن دياني بس مجرد انك انت بتطمن على البروجرس of labor. فالفيتر heart sound عند اول ساعة كان من 140. الوقت 120. 160. هو نورمال انهم من 120 ل160 beats per minute. فبتطمن على البيبي قويس. ما بنعملش continuous fetal monitor. يعني ما بحطش العيانة على CTG او الكارديوتوكوغرافي. الكارديوتوكوغرافي ما بحطش العيانة عليه طول الولادة. انا بسمع بس الفيتر heart sound بانتراكت. مش بانتراكت. ليه؟ انا زوريكو بس شكل CTG. دان CTG هدك. دان CTG هو فيه two probes. البروب اللي فوق محطوط في البروب اللي فوق. عشان بيمانيتر البراشر inside the heart. والبروب اللي تحت محطوطة على الانتير بالشوردر عشان يمانيتر المانيتر. فكده بيتيجي انا اشوف الcontractions انه هي contractions قيدة وبيترسمني حاجة زي بتاع ECG كده. بيترسمني حاجة بيبقى اللي تحت بيوريني البراشر inside the heart. 40-60-20 عشان اطمن ان انا عندي بيترسمي. وبعدين اللي فوق بيبقى الفيتر هارد سون. فبالتالي بيبقى معارض سوائي من ECG لانه بيقيس حاكتين او بيقراف حاكتين الCTG ده او الكارج التوكوغرافي بيطلع الprinting out للcontractions بتاع البيوترس والفيتر هارد سون. مش كل البيترس بيحط لهم CTG عشان كده كده لو هي high risk يعني ايه high risk يعني كان البيبي في دسترس اول 6 عندها هو اللي بحطها الCTG لكن في normal labor كلهم بعملهم part two grand فقط. طالما بنتكلم على normal labor مش المفروضة اكتب CTG. انا بس كتبتها عشان تكون عادتين ان تيه حاجة اسمها CTG لو هي high risk pregnancy. لكن غير كده طالما normal labor حنمسح الCTG. يبقى كلهم بنعملهم part two grand اللي هو كل ساعة بفحص العيانة بس مع الفيتر هارد سون وخلاص ما بعملش ايه حاجة تاني. ده بنبدل كده نعمل هذا الـ observation طول the first stage of labor. امين ان the true labor phase تبقى efficient trying contraction. افرد انك انت لقيت عندك hypotonic contraction 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 قليلة. عندنا طول سفئدينا نستخدمها زي oxytocin عشان نزود contraction. افرد انك انت لقيت لا اذا contraction hypertonic او زيادة. عندنا طول سفئدينا. rehydration انا اتجازك سو كده عشان اعقلل مش قصتنا خالص ده في abnormal labor. بس احنا هنا بنتكلم على abnormal labor. normal labor just observe طب second stage of labor. يعني sit back fully dilated. دلوقتي sit back fully dilated. ثم ايه? ها? احنا هنا مفيش bearing down. انت بالعادة انت بتنسنكها عند مش هيولد البيبي ده هيقبلها مفيش حاجة تعمل بس. 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 اه. يبتدي. مقائز. يبتدي ان البيبي ده يحصل له حاجة اسمها crowning. ايه? انه الفيتل هات انت تبقى شايفها عند ال vulva ring. اكيد ان ال vulva ring عاملة crown. عاملة tag على راس البيبي. يعني انت شفت الفيتل هات كويس وحصل crowning. once ان هو حصل crowning اعمل support. maintain the flexion of the fetal head. don't allow sudden extension of the fetal head. بانه خلاص هو طالما ان هي rotated وكده هيحصل extension. لو انت سبت الفيتل هات ان هو يحصل لها sudden extension. ده ممكن يعمل لك perineal tears. فانت كل وظيفتك في second stage of the liver انك انت just to support the fetal head. انك انت تبقى حاطب ايدك عند عشان تبقى 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 عشان ت لكي تتحضر البرينيام. لو لقيت انه هو فيه سكاري في البرينيام او الراس دي كبيرة قوي او ممكن نعمل حاجة اسمها ابيزيوتومي. ابيزيوتومي نحن بنوسع بنوسع البرينيام ده بنعمل يعني cutting through skin و الكثير وكثير اولاك في وجاينة عشان نوسع البرينيام بحيث انهو انا اللي اكون عاملة قط بدل ما هو يحصلي كده في البرينيام. لكن الكل اللي احنا البيزيوتوم ده platform minus مش لانا ما عامل ابيزيوتومي. ولو عملت ابيزيوتومي دي تبقى normal liver؟ لا بزبط كده. لو عملت ابيزيوتومي هنتبقاش هي normal liver. لان انا عملت كده intervention. سواء instrumental او ابيزيوتومي. فبالتاني كل اللي بنعمله هو region maneuver. region maneuver يعني ايه؟ انهو بس support to allow gradual extension of the fetal head. وانسو حصل extension فول واحدة هيحصله restitution وبعدين external rotation. وانسو حصل external rotation بتمسك بس بتحط support بصوابعك عن الفيتر نت. عشان تدليفر تساعد على delivery of the posterior shoulder followed by anterior shoulder. وبعدين بقى في ايدك البيزيوتومي. بتعمل ايه؟ اه تعمل الكورد ما وفيه كورد هنا. طبعا بنمسك البيبي كويس ببيتزفلت. خليه بقى لكم. البيبي حواليه لانك رجي حقيقة. بيتزفلت. وكلنا واحنا انواب صغيرين. البي ممكن يقع منك. حتى تلاقي ايه كمالك الصغير مره بقوي من التعرابيزة الولادة. وحطت الجانب بتاعه عشان لو يعيه يقع في الجانب ما يعاش على الارض. بتحصل. فبتمسكه اه بتعمل تمسكه زي كماشة كده عن الب الناكلز بتاعه الانكل. عشان ما يتزفلتش هو يقع منك. بايس؟ فمسكت البيبي كويس؟ هيبقى عندك الامبلك الكورد هنا. بتحطه انبتوين تو كلامس. والكلامس اللي ناحية البيبي هتديه لدكتور الاطفال. عشان ياخد بقى يعملوا ساكشن وورمينج ومعرفش ايه الحاجات اللي بيعملوها دي. بايس بتعطرة الاطفال. وبعدين احنا هيبقى في ايه دي الكلامس الثاني اللي هو مع البلاسانتا. يبقى انا دلوقتي خلصت الساكن ستيج اهو والماناجمت بتاعه الساكن ستيج. ودفقت في السير ستيج عشان اعمل ماناجمت. اعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها اكتب ماناجمت. انا ممكن اعمل اللي هو سبح تتولد لوحدها. بس همال انا عايزة اقلل ايه؟ فبنعمل اكتب ماناجمت. اللي هو ايه؟ ان انا بدي اكبالكس. بدي وقتها اكسيتوسن اشغل اكسيتوسن سريع ميسورجين اللي هو الاربوماتران. يعني قدي حاجة اكبالكس تخلي ان اليوترس يكونتر. لان اليوترس بعد الدريبي والتمانين مني اللي كانوا جواه ده بيخش في شوية ريلاكسيشن كده. فلا بكمل عشان على طول ان هو اديذيه. فاول ما البابلي يتولد بدي اكبالكس و قدي اكبالكس بعينة. خلال سب التغذير الموابوض ان هو يدي اكبالكس لعينة وبعض. ما شديش عالكورت. اللي همي يركب وال PAR eight uy 거대 oblige عني انت الاتفاله فاول ما يدي اكبالكس و قد تستطيع عالكورت خراص؟ بدأت يدي الاحبالكس وبعدين تستطيع اكبالكس والانا هو الانخبار و v surge och subprase ساعتها بتمسك بقى على الكورد ده وتعمل كنترول كورد تاكشن. يعني تشد على الكورد. بس خلي بالك. بنروح عاملين بإذنة تانية على بطن العيانة. سوبرابيوبك كده بنطلع اليوترس لفوق عشان ما يحصلش انفرجن لليوترس. يعني بتلاقي إذنة كده على السوبرابيوبك اريا. بنخلي اليوترس كبت افورد. ونعمل كنترول كورد تاكشن. الكنترول كورد تاكشن ده اسمه براند الاندروز مانوبر. لحد ما البلسانتا كلها تدليفر. وانت البلسانتا ديليبرد اعمل ايه؟ انها هي complete والكوتيليدونس complete والممبرينس complete عشان ما يكونش في ريتين فارس افز بلاسانتا مغدودة. خلاص يبقى كده طالما البلسانتا كمبليتت. يبقى انا كده خلصت الثررس تاكشن. عشان ما يكونش عندك هيدين تايرز اللي انت مش شفتهاش. تخيط اي هيدين تايرز طبعا لو كنت عامل اكفيزياتومي ده الوقت اللي انت بتخيط فيه. يبقى انا كده خلصت الثررس تاكشن. ايبقى انا كده خلصت كل الـ management of labor. في الـ management فيه حاجة بنسميها fourth stage of labor. اللي هم the first two hours after delivery of the placenta. دول اللي هم فيهم liability to postpartum hemorrhage عالية. فبالتاني بنعمل close observation برضو بننقلها للpostpartum work. بنـ observe the vital signs and amount of bleeding and contraction of the uterus وكده. عشان ما يحصل لهاش postpartum hemorrhage. فعشان كده ساعات الكتب تكتب لك في الـ management of labor ان احنا عدينا fourth stage of labor. اللي هم the first two hours after delivery of the placenta. بنسميهم fourth stage of labor. ليه؟ لان هنا ممكن يبقى فيه higher liability to postpartum hemorrhage. فبالتاني نحتاج الـ observation للأم. الـ parts of blood pressure عشان ما يكونش فيه bleeding كتير. وبتـ observe the uterine contraction and the uterus damage atonic. والـ amount of bleeding اللي هم acceptable amount of bleeding. فكده نبقى خلصنا الـ management of كله. الـ first stage of labor اللي هي just monitoring the contraction, normal efficient contraction. وهي part of graft. الـ certain stage of labor just support. وهي rigid manoeuvre. الـ third stage of labor active management to wait for signs of separation of the placenta. الـ fourth stage of labor اللي هي observation of the first two hours after delivery of the fetus and placenta. اشوقات في النورمال ليبر؟ فيه متحان بتاع النورمال ليبر؟ هتلاقوه النهاردة محدود في المكتبة. بس إذا اخنا خلاصنا ما تريد. هتينكن برق بتاع الـ اشتركوا في القناة.